الشهادة الإعدادية مع أول حلقات اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني نسعدنا أن نلقاكم وتناول معا دروس هذا الفصل الدراسي بالشرح والتحليل ونبدأ أول حلقاتنا مع نص وعنوانه سفينة نوح عليه السلام سفينة نوح عليه السلام هذا النص القرآني هو آيات من صورة هود عليه السلام وكلنا يعلم قصة نوح عليه السلام سيدنا نوح عليه السلام عمر عمرا مديدا وطويلا وظل يدعو قومه ما يقرب من تسعمائة وخمسين عاما وما آمن معه إلا قليل وفي هذا النص الكريم نرى معا كيف صنع سيدنا نوح عليه السلام السفينة وما موقف قومه منهم هيا بنا نبدأ هذا النص الكريم الآيات القرآنية الآتية من صورة هود وهي من الصور المكية والقرآن المكي يتميز بخصائص معينة فيرسخ مفهوم العقيدة هذه الصورة المكية صورة هود تدعو إلى التوحيد الخالص وعبادة الله وحده وتسرد قصص الأنبياء مع أقوامهم ومنهم سيدنا نوح عليه السلام عاش سيدنا نوح عليه السلام حياة طويلة وظل في قومه يدعوهم سرا وجهرا إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام وما آمن بدعوة نوح عليه السلام إلا قليل وأمام رفض قوم نوح لدعوته أمره الله سبحانه وتعالى بصنع سفينة نجاة يحمل فيها من كل زوجين اثنين وانتهى أمر هؤلاء الظالمين بإغراقهم وهلاكهم وهذا ما تحدثن عنه الآيات التالية أعزاءنا سيدنا نوح عليه السلام بذل مجهودا كبيرا مع قومه وظل يدعوهم في السر والجهر وكل طرق فعلها سيدنا نوح عليه السلام وما آمن بالعوتي إلا عدد قليل فأمره المولى سبحانه وتعالى بأن يصنع سفينة نجاة يركبها المؤمنون هيا بنا أعزائي نقرأ هذه الآيات ولنتدبر معا هذه الآيات القرآنية استمع الآن في تدبر وخشوع إلى هذه الآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئز بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت طنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من صبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هذه الآيات القرآنية أعزائي تتناول عددا من المعاني العامة وهذه المعاني العامة للآيات كالآتي من وحي الله لسيدنا نوح عليه السلام لا تحزن واصنع سفينة النجاة للمؤمنين سخرية قوم نوح منه والرد عليهم سيدنا نوح يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين الله تعالى ينصر سيدنا نوح بالطوفان والآن أعزائي دائما وأبدا أعرفكم وأقول لكم إن مفتاح فهم النصوص الأدبية ونصوص القرآنية لا بد أن نفهم جيدا معنى الكلمات فإذا فهمنا المعاني استعنى أن نفسر هذه الآيات وأن نعبر عنها معاني المفردات وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس فلا تبتأس أي فلا تحزن واصنع الفلك الفلك السفينة وتستخدم للمفرد والجمع واصنع الفلك بأعيننا ووحينا بأعيننا ووحينا أي بحفظنا ورعايتنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا لا تخاطبني لا تسألني العفو عن الذين ظلموا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر من ملأ من قومه الملأ هم الجماعة وجمع كلمة ملأ أم لا سخر من أي استهزأوا به يغزيه أي يذله ويهينه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يغزيه يغزيه أي يذله ويهينه ويحل عليه عذاب مقيم يحل عليه أي يجب عليه وينزله عذاب مقيم أي عذاب دائم لنقطع له حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور جاء أمرنا أي نزل عذابنا وفار التنور أي نبع الماء منه الماء بقوة وكان علامة لنوح على بدء الطفان الطنور أعزائي هو الفرن الذي يغبز فيه أو الكانون وكانت تلك علامة لسيدنا نوح عليه السلام على بدء الطفان فليحمل في السفينة من كل زوجين اثنين كما أمره الله سبحانه وتعالى وفار التنور أي نبع منه الماء بقوة وكان علامة لنوح على بدء الطفان سبق عليه القول أي سبق عليه الحكم والقضاء من الله بالإغراق والمراد زوجته وابنه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها مجريها أي سيرها في الماء ومرساها أي وقوفها على الشط وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل كان في معزل أي معزول بعيدا وبعد أن عرفنا أعزائنا المعاني للمفردات نأتي الآن إلى تفسير الآيات القرآنية تفسير هذه الآيات القرآنية انظر وتأمل معي هذه الآيات وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أوحى الله تعالى وأخبر الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا هذا العدد المحدود الذي آمن معك ظل سيدنا نوح عليه السلام يدعو في قومه مدة طويلة جدا وما آمن معه إلا عدد قليل إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتأس أي لا تحزن بما كانوا يفعلون ثم نجد في الآية التالية أن المولى سبحانه وتعالى يأمره بأن يصنع الفلكة يصنع السفينة بحفظ الله تعالى ورعايته ولا يسأله العفو عن هؤلاء الظالمين الذين كفروا ولم يؤمنوا بدعوة التوحيد دعوة نوح عليه السلام ما جزاؤهم يا ربي جزاؤهم أنهم مغرقون ويستجيب سيدنا نوح عليه السلام لأمر المولى سبحانه وتعالى ويصنع الفلكة يبدأ سيدنا نوح عليه السلام في صنع السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه نجد هذا الإسلوب أعزائي أن السخرية تتكرر مع سيدنا نوح عليه السلام كلما مر عليه ملأ من قومه فرد نوح قائلا إن تسخروا منا إن تهزأوا بنا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون غدا من يأتي هذا العذاب الأليم عذاب يزله ويهيده وينزل عليه عذاب شديد عذاب دائم مستمر ثم تأتي الآيات التالية حتى إذا جاء أمرنا يأتي أمر المولى سبحانه وتعالى وتنبع الماء من الفرن من الطنور وكانت تلك علامة لنوح عليه السلام بأن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من صبخ عليه القول ومن آمن هؤلاء الفئة التي ضلت ولم تؤمن بنوح عليه السلام وكان منها زوجته وابنه وما آمن معه إلا قليل يا سبحان الله تسعمائة وخمسين عاما وسيد نوح عليه السلام يدعو في قومه سرا وجهرا ليلا ونهارا ولا يؤمن معه إلا عدد قليل ثم وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله سبحان الله إذا أردت أن تبدأ أي عمل عزيز الطالب فعليك أن تقول بسم الله فلابد أن نستعين بالمولى سبحانه وتعالى بسم الله مجريها أي جريها وسيرها في الماء ومرساها أي رسوها إن ربي لغفور الرحيم ويتجري بهم في موج كالجبال الموج كان مرتفعا وعاليا ونادى نوح ابنه وكان في معزل كان ابن نوح عليه السلام في مكان معزول وبعيد يا بني اركب معنا ولكن الابن لم يستجب لدعوة أبيه ولم يؤمن بدعوة نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولكن هذا الولد كان عملا غير صالح فلم يؤمن بدعوة الحق ولم يؤمن بدعوة التوحيد ولم يتبع أمر نوح عليه السلام ونداءاته المتكررة بعد أن عرفنا تفسير هذه الآيات هيا بنا أعزاءنا نقرأها معا تفسير الآيات أخبر الله عز وجل نبيه نوح عليه السلام أنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن فلا يحزن عليهم ثم أصدر الله أوامره لنبيه بصنع سفينة ضخمة وأمره أن لا يسأل عن الذين ظلموا لأنهم سيغرقون وفي أثناء سمعه للسفينة كان يمر عليه الكفار ويضحكون ويصخرون ويقولون له ليست هناك أنهار قريبة أو بحار فكيف ستجري هذه السفينة إذن يا نوح انظر لهذه السخرية يصخرون من سيدنا نوح عليه السلام فماذا رد عليهم وماذا رد عليهم سيدنا نوح عليه السلام وقال لهم نوح عليه السلام إن تصخروا مننا اليوم فإنا سنصخر منكم غدا عند الغرق وسوف تعلمون قريبا من يأتيه عذاب يذله ويهينه في الدنيا وفي الآخرة يحل عليه عذاب دائم خالد فيه ثم تأتي العلامة ولما بدأ الطنور يفور وينبع منه الماء وعلامة على بدء الطفان حمل نوح عليه السلام إلى السفينة من كل زوجين اثنين من حيوانات وطيور انظر من كل زوجين اثنين من كل عموم إذن من كل شيء جمع نوح عليه السلام وحمله في هذه السفينة من البشر والحيوانات والطيور وغيرها ثم صعد من آمن مع نوح عليه السلام وما آمن معه إلا عدد قليل وقال نوح عليه السلام لمن آمن معهم اركبوا السفينة بسم الله جريها ورسوها إن ربي غفور رحيم ثم بدأ الطفان وارتفعت أمواجه وغرقت الأرض وبينما تجري السفينة في موج عال كالجبال نادى نوح عليه السلام ابنه وكان في مكان منعزل وأمره ناصحا بأبوة وعطف وحنان الأب ينادي على ابنه أن يركب معه السفينة فالأب يعلم أن من لم يركب السفينة سوف يهلك لأنه من الظالمين ولا يكون مع الكافرين ولكن ابنه رفض دعوة أبيه ولم يركب السفينة فماذا كان رد الإبن وما مصيره تعالوا أعزائي الطلاب نرى رد ابن سيدنا وعليه السلام كما جاء في سورة فود يقول المولى سبحانه وتعالى قال تعالى قال سآوي إلى جبل يعصمي من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين هذا الإبن كان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيد الماء وخضي الأمر واستوت على الجودي الجبل الذي رست عليه سفينة نوح جبل الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وناد نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فماذا قال أحكم الحاكمين أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلتسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أرأيتم أعزاءنا سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو زمنا طويلا في قومه ولم يؤمن معه إلا عدد قليل حتى ابنه كان من هؤلاء الظالمين وزوجته الإبن والزوجة لم يؤمن بدعوة الله تعالى دعوة نوح عليه السلام وبعد أن عرفنا أعزاءنا تفسير الآيات هيا بنا إلى هذه المناقشة السريعة على المعاني العامة التي جاءت في هذه الآيات كم سنة عاشها سيدنا نوح عليه السلام لقد عرفتم الآن الإجابة سعاش سيدنا نوح عليه السلام أكثر من تسعمائة وخمسين عاما سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو ربه ظل يدعو في قومه تسعمائة وخمسين عاما من الذي ركب السفينة مع سيدنا نوح عليه السلام والإجابة عن هذا السؤال أعزائي ركب السفينة مع سيدنا نوح عليه السلام أهله والذين آمنوا معه ما عد ابنه كان من الهالكين وقد أغرقه الطفل لماذا صنع سيدنا نوح عليه السلام الفلكة بالتأكيد صنع سيدنا نوح عليه السلام الفلك السفينة امتثالا لأمر الله تعالى صنع سيدنا نوح عليه السلام الفلكة امتثالا لأمر الله تعالى حتى ينجو نوح عليه السلام ومن آمن معه بعناية المولى وبعناية الله تعالى وفضله كيف تصرف قوم سيدنا نوح عليه السلام معه أثناء صنعه للسفينة قد رأينا أثناء تفسير الآيات أنهم كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه إذن تصرف قوم سيدنا نوح عليه السلام أنهم كانوا يسخرون كانوا يسخرون من سيدنا نوح عليه السلام ويقولون متعجبين من أين يأتي الماء وأن تصنع هذه السفينة في الصحراء إذن الإجابة أعزائي في أثناء صنع سيدنا نوح للسفينة كان يمر عليه قومه من الكفار يستهزئون بما يفعله ويضحكون ويقولون له ليست هناك أنهار قريبة أو بحار فكيف ستجري هذه السفينة من الذي أوحى إلى نوح عليه السلام ببناء السفينة بالتأكيد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام ببناء السفينة أعزاء الطلاب بأننا عرفنا الآن المفردات اللغوية وتلون تفسير الآيات نأتي إلى مظاهر الجمال وهذه مظاهر للجمال في هذه الآيات ولتعلموا أن آيات الله تعالى هي أعلى مستوى من الفصاحة والبلاغة والإعجاز هيا بنا نبدأ مظاهر الجمال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن انظر إلى هذا التعبير القرآني لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أترى كلمة لن إنها تفيد النفي وكلمة إلا تفيد الاستثناء فكر قليلا النفي مع الاستثناء بما نسمي هذا الإسلوب نعم إنه إسلوب قصر وفائلة إسلوب القصر التوكيد والتخصيص وترى القصر أعزائي جاءت بلن وهي تفيد النفي وإلا لتفيد الاستثناء إذن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص ثم نأتي إلى بقية الآيات فلا تبتأس فلا تبتأس فكر ما نوع الإسلوب نعم فلا تبتأس إنه إسلوب نهي وهذا النهي من المولى سبحانه وتعالى إلى من؟ إلى نوح عليه السلام إذن هذا الإسلوب يفيد النصح والإرشاد واصنع الفلكة بأعيننا واصنع الفلكة إسلوب أمر هدفه النصح والإرشاد ولا تخاطبني في الذين ظلموا لا تخاطبني في الذين ظلموا إسلوب نهيين يفيد أيضا النصح والإرشاد إنهم مغرقون إسلوب مؤكد بإن يؤكد هلاك هؤلاء الناس ويصنع الفلكة وكلما مر عليه ملأ من قومه انظروا إلى هذا الإسلوب وكلما مر عليه ملأ من قومه ما النتيجة؟ ساخروا من هل تتذكر نوع هذا الإسلوب؟ نعم إنه إسلوب شرط أداة الشرط كلما فعل الشرط مر جواب الشرط ساخروا من هذا إسلوب كلما تفيد التكرار أي تكرار وقوع الجواب بتكرار وقوع الشرط إذن تكرار السخرية بتكرار المرور وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا من إسلوب شرط يفيد التكرار تكرار فعل السخرية أي تكرار السخرية بتكرار المرور فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغزي انظر لهذا التعبير القرآني الجميل أنه يدل على شدة العذاب يأتيه عذاب يغزي ويحل عليه عذاب مقيم العذاب صفته أنه يغزي والعذاب أيضا أنه عذاب مقيم تنكير كلمة عذاب أعزاءنا جاءت لكي تفيد التهويل ووصف كلمة عذاب بكلمة يغزي دليل على الذل والإهانة ووصفه بكلمة مقيم يدل على الخلود والدوام أي أن هذا العذاب عذاب مهين عذاب يهين صاحبه ويسب له الزلة ووصف العذاب بأنه مقيم دليل على الاستمرارية دليل على الخلود والدوام نستكمل معا مظاهر الجمال حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها احمل فيها من كل زوجين اثنين والمظاهر يسيرة وسهلة احمل اسلوب أمر هدفه أيضا النصح والإرشاد وما أنا آمن معه إلا قليل ما أعزاءنا تفيد النفي وإلا تفيد الاستثناء هل تذكرون منذ قليل قلت لكم أن النفي والاستثناء يفعل تأكيدا في الجملة هذا التوكيد يسمى اسلوب قصر لأنه يفيد التوكيد والتخصيص وطرق القصر هنا أعزاءنا جاءت عن طريق النفي والاستثناء النفي بما والاستثناء بإلا إذن هذا الاسلوب يفيد التوكيد والتخصيص وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله اركبوا فيها بسم الله اسلوب أمر أيضا للنصح والإرشاد وقوله بسم الله يدل على ضرورة الاستعانة بالله في كل شأن إذا فعلنا أي شيء فعلينا أن نستعين بالمولى سبحانه وتعالى قائلين في بداية كل عمل بسم الله بسم الله مجريها ومرساها مجريها ومرساها بين الجريان والرسو نعم تضاد يبرز المعنى ويوضحه ويؤكده ويتجري بهم في موج كالجبال تجري بهم في موج كالجبال انظر لهذا التعبير القرآني تعبير جميل يوضح مدى ارتفاع الأمواج الموج ارتفع حتى كان مثل الجبل موج كالجبال تصوير للموج بالجبال وهذا دليل على قوتها وارتفاعها قوة الأمواج وارتفاع تلك الأمواج هذا يبين لنا العذاب والهلاك الذي لقاه قوم نوح الذين ظلموا أنفسهم ولم يركبوا معه السفينة ولم يؤمنوا بدعوة الحق سبحانه وتعالى موج كالجبال تصوير للموج بأنه مثل الجبل في العلو والارتفاع أهوال وشدائد لاقاها هؤلاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم ولم يؤمنوا بدعوة نوح عليه السلام وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني يا بني اسلوب نداء يحمل من الحب الكثير والعطف والحنان لهذا الابن ولكن هذا الابن الجاحد لم يسمع كلام أبيه ولم يؤمن بدعوة المولى سبحانه وتعالى يا بني اسلوب نداء يوضح مدى حب سيدنا نوح عليه السلام لابنه اركب معنا ولا تكم مع الكافرين الأمر اركب للنصح والإرشاد والتحذير جاء من اسلوب النهي ولا تكم مع الكافرين لكي يحمله سوء العاقبة ولكن الابن لم يرضخ لأمر أبيه ولم يؤمن بدعوة الحق سبحانه وتعالى على ما يدل قول سيدنا نوح عليه السلام يا بني اركب معنا هذا التعبير أعزائي قلنا لكم منذ قليل أنه نداء من أبن ابنه لم يؤمن بدعوته ولم يؤمن بدعوة الحق سبحانه وتعالى والأب يعلم أنه هالك فالأب ينديه في عطف وحنان ومودة ولكنه لم يستمع وقال سآوي إلى جبر يعصمنا الماء إذن هذا التعبير يا بنير كم معنا هذا التعبير يدل على ماذا تعبير يدل على مدى حب سيدنا نوح عليه السلام لابنه وخوفي عليه من المصير المؤلم والعذاب الشديد الذي ينتظر الكافرين وهاء أعزائنا الطلاب قد تناولنا هذا النص الكريم وهو آيات من سورة هود عليه السلام آيات مكية ترسخ مفهوم التوحيد وتتناول قصة الأنبياء وتناولنا من خيالية قصة سيدنا نوح عليه السلام ورأينا في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك يا نوح إلا عدد قليل هذا عدد قليل هو الذي آمن فقط عمر دعوة نوح عمر طويل عمر طويلا ظل يضع قومه سرا وجهرا ليلة ونهارا ولكن العدد كان عدد قليل فأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس أي لا تحزن يا نوح عليه السلام ثم نجد الآيات أيضا تناولت معنا أن الله تعالى أمره بأن يصنع سفينة ووجدنا موقف قوم نوح منه أنهم كلما مروا عليه كانوا يصخرون منهم ثم وجدنا سيد نوح عليه السلام يرد عليهم قائلا إن تصخروا منا فإن نصخر منكم كما تصخرون سوف تعلمون غدا من يأتيه العذاب الأليم والعذاب المهين ثم نجد أيضا الآيات القرآنية تبي لنا عندما جاءت العلامة لسيد نوح عليه السلام حتى إذا جاء أمرنا وفار الطنور الطنور هو الفرن الذي يغبز فيه وكان látis العلامة لسيد نوح عليه السلام أن ينبع منه الماء جاءت العلامة وحمل سيد نوح عليه السلام في هذه السفينة سفينة النجاة من كل زوجين اثنين من البشر والحيوانات والطيور وغيرها ثم أخيرا نجد موقف سيد نوح عليه السلام وينادي إبنه حتى يركب معه في السفينة ولكن الإبن لم يمتثل لأمر أبيه ويركب معه السفينة ويكون من الناجين ولكنه هلك مع الكافرين الظالمين وبذلك أعزائنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم ونلقاكم في لقاءة تتجدد مع لغة الضاد اللغة العربية في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته